لأغراض دفاعية وليس للهجوم بتلك الكلمات تلخص مسؤولون قطريون رؤيتهم لصفقة الأسلحة والصواريخ التي جرى إبرامها مع الولايات المتحدة قيمة الصفقة تجاوزت 11 مليار دولار وفي تفاصيلها 10 أجهزة رادار و34 نظام باتريوت لإعتراض الصواريخ الهجومية و24 مروحية أباتشي قتالية و500 صاروخ جافل المضاد للضبابات الرؤية الأمريكية للصفقة تمضي تجاه كونها مكسبا كبيرا فهي الأكبر في الولايات المتحدة هذا العام وتؤمن على المستوى الداخلي 54 ألف وظيفة طبقا لتقديرات مسؤولي البندغون أما على مستوى الخارجي فتبرهن على رغبة أمريكية في الاحتفاظ بدور المزود المفضل للسلاح لدول الخليج وفق المسؤولين الأمريكيين سيما وأن قطر تحديدا تصدف على أرضها قاعدة أمريكية عسكرية مهمة في السيلية تتولى الإشراف على أمور عدة تخص الولايات المتحدة في المنطقة لكن موقف الدوحة إزاء الصفقة واضح وفق ما تحدث وزير الدفاع القطري الذي قال المتغيرات كثيرة ولا بد من الاستعداد للدفاع عن دولة قطر هناك تغيير في السياسة للحكومة القطرية الجديدة في الحكومة القديمة كان هناك تركيز أكثر على الإنفاق في الأمور الإلمائية الاقتصادية إنما نلاحظ مع هذه الحكومة الجديدة هناك تركيز أكثر على تطوير قوة المسلحة المبرر الذي قدمته قطر للقدرات التسليحية الجديدة التي تسعى لها هو المبرر ذاته الذي تطرح دول خليجية أخرى تمتلك أنظمة باتريوت مثل السعودية والكويت والإمارات كما تحتفظ دول أخرى بنظم باتريوت أهمها في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل ومصر وفي أوروبا ألمانيا ومنظومة الباتريوت هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض جو تستعمل في الأساس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها ويضع الصاروخ الباتريوت على منصة إطلاق تتحرك على عربة خاصة وتزود برادار لكشف الصاروخ المهاجم والسهدافه غير أن صفقة الأسلحة الجديدة بين قطر والولايات المتحدة تفتح المجال أمام تساؤلات يطرحها بعض المراقبين حول المغزى وراء القيمة الضخمة للصفقة وتوقيتها خاصة وأنها تأتي بعد خلافات ظهرت مؤخرا على السطح بين قطر وعدد من الدول الخليجية في مقدمتها السعودية وكذلك في ظل توترات عدة تشهدها المنطقة تتوزع بين صراع في سوريا يمضي في عامه الرابع ونزاع مسلح في العراق يثير مخاوف حور قدرته على البقاء موحدا وتوتر لم يتوقف بين إيران والغرب على خلفية البرنامج النووي وتحركات إسرائيلية في المناطق الحدودية